منذ ظهور تنظيم داعش في حيز الوجود دأبا على التمدد وزيادة نفوذه ورقعة مناطقه أو أحلافه مستغلا الأوضاع السائدة في أكثر من بلد من خلافات وانقسامات قومية ودينية وطائفية وعرقية ومستفيدا من خواء السيطرة الأمنية لحكومة مركزية أو ضعفها في أكثر من دولة ويبدو أن داعش الذي تعظمت قوته في وقت قياسي في المنطقة العربية بما في ذلك سوريا والعراق واليمن وشمال أفريقيا عمل جاهدا على نسخ هذه التجربة ونقلها إلى مناطق أخرى لا سيما وسط آسيا بل حتى أنه وسع طموحاته وأنشطته إلى شرق آسيا حيث شن هجمات في اندونيسيا ووقعت هجمات في ماليزيا وبنغلاديش تبنى المسئولية عنها أشخاص متعاطفون مع التنظيم لعل هجوم العاصمة البنغالية دكة هو جرس انذار لدول شرق آسيا لخطر هذا التنظيم العابر الحدود الذي يترعرع كالسرطان في البيئات المريضة أمنيا واقتصاديا وعسكريا واجتماعيا وسياسيا إلى جنوب شرق آسيا امتدت يد داعش هذه المرة نفت السلطات البنغالية لأشهر النوقوف التنظيم المتطرف وراء سلسلة من العمليات إلى أن جاء الهجوم على منطقة جلشان الراقية وسط العاصمة دكة ليؤكد ما حاولت بنغلاديش الدفع به عنها داعش وقد واجه تضييقا في معاقله المركزية في سوريا والعراق يسعى لتخفيف الضغط بتوسيع رقعة انتشاره فبعد أفريقيا حيث بات له موت قدم هام في ليبيا إلى جانب بعض الجيوب لا سيما في نيجيريا يعمل التنظيم على استغلال بيئات تحتضن منذ عقود عشرات التنظيمات المتطرفة كجماعة أبو سياف في الفلبين وشبكة مجاهدي شرق اندونيسيا يستغل التنظيم أيضا تراجع دور تنظيم القاعدة لا سيما في أفغانستان وباكستان حيث أعلن إنشاء ولاية خرسان في ديسمبر الماضي وبايع قادة منشقون عن حركتي طالبان باكستان وطالبان أفغانستان زعيم داعش أبو بكر البغدادي كما يستغل التنظيم مشاكل الأقليات الإسلامية في القارة برمتها للتحريد على رد الفعل إما من خلال تنظيمات محلية أو من خلال ما يسمى بالذئاب المنفردة التي تتحرك بشكل معزول ويلعب التنظيم أيضا على التنقضات التي يجدها في عدد من المجتمعات وسط وشرق آسيا كي يجند أتباعا له ويوسع انتشاره الجغرافي هجمات دكة هي الأكثر الدموية في آسيا منذ سلسلة هجمات جاكارتا في يناير الماضي إندونيسيا التي تعد أكبر بلد مسلم في العالم لا تزال تواجه ما يعرف بالنكاية والإنهاك حسب ما تنص عليه أدبيات داعش توجه يهدف تحديدا لتشتيت جهود مكافحة الإرهاب واستنزاف طاقة أجهزة أمنية واستخباراتية بجعلها تتقص أثر عدو مجهول خفي يوجه ضرباته بشكل مفاجئ وبخسائر فادحة ليس أقلها ضرب ثقة دول بأكملها معنا من لندن الخبير في شؤون الجماعات المتشددة كميل الطويل سيد كميل الطويل لماذا أصبح التأثير على المهاجمين الذين يعيشون في مناطق بعيدة عن تلك التي يسيطر عليها داعش عمليا لماذا أصبح هذا التأثير بهذه السهولة وبهذا الشكل المتاح ليصل إلى دول في آسيا في الواقع هناك في دول العالم كافة جماعات متشددة لكنها تتفاوت بحسب قوتها وبحسب نفوذها وبحسب العمليات التي تقوم بها الذي نعرفه عن باننجلاديش أنها بلد 152 مليون نسمة المسلمون فيه معرفون باعتدالهم إلى حد كبير لكن الذي حصل في العامين الماضيين أن هناك بالفعل نموا لجماعات متطرفة داخل هذا البلد هناك جماعة أنصار الإسلام وهناك جماعة المجاهدين جماعة المجاهدين التي تقول حاليا أنها ذراع تنظيم داعش في باننجلاديش وهذا التنظيم هو الذي تبنى سلسلة من عمليات الإختيال التي حصلت في باننجلاديش ولكن نحن نعرف أن باننجلاديش هناك دولة قائمة لديها مؤسساتها هناك انتخابات تتم بطريقة ديمقراطية لذلك يختلف الوضع في باننجلاديش تحديدا عن الأوضاع مثلا في أفغانستان أو في دول مثل بعض دول الشرق الأوسط حيث تنعدم الحكومات المركزية إذن نعم هناك تشدد يظهر في شكل متنامن في باننجلاديش وبقية دول جنوب شرق آسيا لكن التنظيم مهما كبر لا يمكنه أن يسيطر على تلك الدول يمكنه أن يقوم بعملية هنا ولكن في المقابل سيد طويل سيد طويل في المقابل ما الذي يتحقق لداعش من حيث الدعاية والترويج حتى وإن لم تكن السيطرة بشكل كامل أو على مناطق شاسعة كما حدث في العراق وسوريا أعتقد أن تنظيم داعش هنا يطبق نفس نظرية تنظيم القاعدة يعني بعد طرده من أفغانستان عام 2001 تنظيم القاعدة في تلك الفترة عندما قام الأمريكيون بغزو أفغانستان وقلب حكم طالبان وطرد تنظيم القاعدة رد بالانتشار في دول عدة والقول أنه بدل أن يتمكن الأمريكيون في القضاء عليه في أفغانستان كان يزداد نفوذا ويتوسع في حول العالم ولذلك نشأت لديه فروع في العراق في شمال أفريقيا في الخليج العربي هكذا رد تنظيم القاعدة في تلك الفترة داعش الآن يرد على تقلص المساحة المتاحة لديه في معقله في سوريا والعراق من خلال القول أن لديه فروعا تنمو وتكبر في أنحاء العالم لديه فروع في شمال أفريقيا هل تأخذ هذه الفروع بجدية سيد الطويل؟ هل تأخذ هذه الفروع بجدية؟ هناك بالفعل بعض النجاحات التي تحققها فروع تنظيم داعش حول العالم إذا نظرنا إلى تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء فقد استطاعت ولاية سيناء تنظيم داعش الذي يعمل في شبه جزيرة سيناء من تفجير طائرة وقتل أكثر من 200 مدني إذن هناك بالفعل استطاعة لفروع تنظيم داعش على القيام بعمليات لكن هل يتمكن من تهديد الحكومات القائمة؟ هذا الأمر غير متاح حاليا كما يبدو واضحا عامل المفاجأة أيضا سيد الطاولة المتمثل في ضرب أماكن وعواصم ومدن ليس فيها احتمال أن يضرب داعش إلى أي مدى أيضا يفترض أن يحسب له حساب أصبحنا نفيق على هجوم لداعش في منطقة لم يتوقها أحد يعني للأسف الذي يقوم به داعش حاليا هو نشر فكر التطرف في أنحاء العالم كله إذا نظرنا إلى أدبيات إلى إصدارات التنظيم في الأسبوع الماضية فأننا نلاحظ أنه يكاد لا يخلو يوم واحد من إظهار شريط دعائي لشخص أجنبي منتمي إلى تنظيم داعش وهذا الشخص الأجنبي يحض مواطني بلده على القيام بعمليات أو الانضمام للتنظيم وشن عمليات ما يعرف بذئاب المنفردة لذلك من الصعب جدا وضع حد لمثل هذه العمليات لأنك في أي دولة من دول العالم يمكن أن تعثر على شخص أو شخصين يمكن أن يتأثر بفكر تنظيم داعش ويقوم بعمليات إرهابية لذلك فإن بالطبع يمكن أن نجد عمليات داعش موجودة في كل أنحاء العالم ما مدى الصعوبة منع هذه الهجمات في هذه الحالة على الرغم من كل هذه الجهود في محاربة الإرهاب؟ إذا نظرنا إلى طريقة عمل تنظيم داعش في الفترة الأخيرة نعرف أنه يعتمد على جزء أساسي مما يعرف بالمقاتلين الأجانب هناك حوالي 11 ألف أجنبي يقاتلون في صفوف تنظيم داعش هؤلاء يشكلون بالفعل خطر لأنهم في معظمهم يملكون جوازات سفر أجنبية ويمكنهم التنقل بحرية من مكان إلى آخر لكن نقطة الضعف هنا أن معظمهم الذين ذهبوا إلى سوريا والعراق باتوا موضوعين تحت رقابة أمنية في حال استخدموا جوازات سفرهم الحقيقية فأن أجهزة الأمن يمكن بسهولة أن ترصدهم وتقبض عليهم لكن الصعوبة الأخرى في الموضوع هو ما يعرف بالأجانب الموجودين في دولهم والمتأثرين بفكر تنظيم داعش هؤلاء من الصعب جدا وضع حد لنشاطهم لأنهم يمكن أن يقوموا بعملية ما ثم يعلنون تبنيها ومبيعتهم لتنظيم داعش كما حصل في البلاد المتحدة في الفترة الماضية عملية سامبرد برنادينو في كاليفونيا تبنتها زوجة الشخص بعد تنفيذ العملية عندما أعلنت عبر صفحتها في فيسبوك مبيعتها لتنظيم داعش والذي قام عمر متين الذي نفذ عملية فلوريدا كذلك أعلن مبيعته لتنظيم داعش خلال العملية من خلال الاتصال مع الشرطة الأمريكية الفيدرالية الـ FBI لذلك فإن من الصعب جدا رصد جميع هؤلاء المتأثرين بفكر داعش لكن تهديدهم يبقى محدودا يمكن أن ينفذوا عملية هنا أو عملية هناك لكن نتائج تلك العمليات يمكن أن تكون متفاوتة في شكل كبير هل ترى في هذه الذئابة المنفردة في أكثر من عملية وأخرها ما حدث في ذكا هل ترى فيها عناصر يسعون خلف الدعاية والقبول من داعش أم أنهم يعملون بأوامر صريحة ومباشرة من داعش يعني هناك تعليمات صريحة من داعش لأنصار التنظيم في أنحاء العالم للقيام بعمليات ولكن هل هناك صلة مركزية بين الخلايا الناشطة في بنجلاديش أو أي دولة أخرى وتنظيم داعش أعتقد أن العملية التي حصلت في دكا كان هناك بالفعل ارتباط بينها وبين تنظيم داعش قد يكون ارتباط من خلال الإنترنت أو من خلال وسائل الاتصال غير معروفة لكن هل هذا يعني أن تلك المجموعة التي نفذت العملية سافرت إلى سوريا والعراق وتدربت ثم عادت إلى بنجلاديش لا أعتقد أن ذلك صحيح أعتقد أن هناك خلايا موجودة في بنجلاديش وفي دول أخرى تعمل في شكل مستقل وعندما تصنح لها الفرصة تنفذ عمليات ثم تعلن تبنيها باسم تنظيم داعش شكرا جزيلا لك كاميل الطويل الخبير في شؤون الجماعات المتشددة من لندن ننتقل إلى سامي مقاسمي معه طائفة من مشاركات المشاهدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفضل سامي نبدأ من تغريدة عبدالله فضيلة التي تقول أعتقد أن ما حدث في بنجلاديش رسالة من داعش أنه ما يزال موجودا وقادر على تنفيذ عمليات إرهابية لكنها محاولات يائسة لأن نهايته باتت قريبة حسام يقول الخسائر المتتالية لتنظيم داعش في العديد من البلدان العربية هي ما دفعه للتوجه نحو القارة الأسيوية محمد يقول كل يوم تثبت نظرية أن محاربة الإرهاب والتطرف ليس بالسلاح وحده ولكن بمواجهة الأفكار التي تتبنها التنظيمات الإرهابية وآخر تغريدة لجاسر يقول وصول داعش وانتشاره في العديد من بقاع الأرض يؤكد أن من يقف وراءه أجهزة مخابرتية ونظرية المؤامرة ما زالت مطروحة لدى المشاهدين فضيلا كالعادة كل مرة يضرب داعش يعني تنطلق هذه الروايات وهذه النظريات نظرية المؤامرة شكرا عموما سامي ترجمة نانسي قنقر